اهلا وسهلا بكم في شباب توك من العاصمة الألمانية برلين سنتعرف اليوم مع ديوفي على تجربة شباب عربي داخل البرلمان الألماني شهد الشارع العربي خلال السنوات الأربع الأخيرة حراقاً تصدر فيه الشباب العربي المشهد العام أملاً في التغيير والإصلاح الشباب العربي لديه قدرات كبيرة وإرادة في التغيير ورغبة في صنع القرار السياسي لكن تحديه الأكبر يكمن في كيفية الانتقال من التظاهر أمام البرلمان والمؤسسات السياسية إلى داخلها من أجل تحقيق حلمه في التغيير ما الذي يمنعه من ذلك وكيف يمكنه رفع نسبة تمثيل الشباب في المؤسسات السياسية والسياسية العربية وتفعيل دوره فيها نستضيف اليوم ثلاث مشاركين في برنامج المنح الدولية الذي ينظمه البرلمان الألماني لإطلاع الشباب على آلية وعمل المؤسسات السياسية هنا في ألمانيا لنتعرف الآن على ديوفي إذن أهلاً وسهلاً هنا في برلين وفي شباب توق ضيفة الأولى أتت من المغرب اسمك أسماء مرزاق وأنت عضو فعال في شبيبة حزب العدالة وتسانمية لإضافة إلى فعالة جمعية إذن أهلاً وسهلاً فيك وطبعاً حزب الحاكم حالياً في المغرب ضيف الثاني أتى من مصر وأنت عضو في المفاوضية المصرية للحقوق والحريات أهلاً وسهلاً فيك عبدالله محمد في شباب توق أهلاً وضيفتي أتت من تونس مهد الثورة كله يقول لتونس بدأت الثورة فيها وأنت عضو في حركة النهضة أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً اليوم في شباب توق وأنتم الآن تقومون بدورة هنا في ألمانيا مع مختلف البرلمانيين كل شخص عند برلمان معين سؤالي الأول لماذا هذه الدورة ولماذا المشاركة سؤالي أتت من تونس بدأت من تونس حضورنا في برلين للمشاركة في برنامج الذي يملحه البرلمان الألماني هو بالأساس لتعلم أسوص الديمقراطية لنتعلم كيف تقوم الديمقراطية كيف هي ديمقراطية في ألمانيا وكيف تقوم السياسة الألمانية على ماذا تقوم لكن أنت لماذا قررت أن تشارك بهذه الدورة قررت أن أشارك بهذه الدورة لكي أتعرف على السياسة الألمانية كيف يقوم مثلاً الأعضاء في البرلمان بإدارة بالعمل معهم بعملهم ما هو النظام البرلماني الألماني ما هي أسسه مقومة كيف يكمن هذا في العمل اليومي ما المقصود تأتونا إلى هنا ما الذي يحدث مثلاً البارحة ما الذي فعلته يعني في هذه المحاة أول شيء هو قمنا بالتعرف على البرلمان الألماني كانت هناك عدة ندوات عدة ورشات أيضاً نتعرف على البرلمان الألماني وكذلك الآن نعمل الآن في العمل في مكتب نائب برلماني نبطل على العمل نائب برلماني عن قرب وكذلك نشارك فيه طيب تشاركون ما الذي تفعلونه يعني لا نفترض داخل هذه الندوة أو داخل مع البرلماني كيف يمكن أن نتصور هذا هل فقط ترافقونه أو تلعبون دوراً أساسياً أو تسألون يعني حطوني داخل الجو معكم يعني هو الفكرة بالنسبة للندوات إحنا طبعاً دي بتبقى ندوة فبدو نكون مستمعين بس أما بالنسبة للفكرة التدريب أو العمل في مكتب برلماني معين فبالتالي إحنا بيكون عندنا في الأول اللي هو واجبات المفروض إن إحنا نعملها زي تصوير زي حاجات زي كده اللي هي الحاجات الأساسية لأن أي حد بيعملها وبعد كده بيبقى فيه إن هو المفروض إن إحنا برضو في مجرد عمل معين أو شيء معين المفروض إن إحنا نبحث عنه ونبدأ رأينا لو في حاجة مش فاهمينها نسأل عنها وهما الناس بتحاول إن هي تساعدنا دايماً في الموضوع ده وطبعاً إن إحنا المفروض إن إحنا بنروح دايماً في معظم الإنعقادات داخل البرلمان مع النائب الخاص بنا أو مع أي حد بيشتغل تاني في المكتب نفسه بحيث إن إحنا نتعرف عن الموضوع لنرى بعض الصور يعني طلبت منكم إن ترسلوا لي بعض الصور لنتعرف على بعض هذه الصور وتمنى منكم التعليق عليها هذه الصور أرسلتها لنا أنت عبدالله ما الذي يحدث هنا دي كانت محضرة عن ماذا كانت عن هو فكرة المياه والمصادر المياهية المصادر المياه في الدول المختلفة وكمان عبر التاريخ إذن في مواضيع مختلفة يعني سياسية اجتماعية ثقافية كل المواضيع ممكن أن تكون طيب مدالة نفس الندوة نفس الندوة ده هنا في المكتب بتاعي أنه أنا شغال في العضو البرلمان هنا كنت بدور على شيء بجاوب على إيميل معين بعطولي إليه عشان خاطر أن أنا أبحث عنه و أدي رأيي فيه طيب في هذه الحالة يعني طبعا المكتب مثله مثل أي بلد في أي بلد آخر منه شي جديد ولكن ما الجديد لديك ما الجديد أن تجلس هنا في مكتب برلماني أنت مع نائبة من الحزب اليسار ما الجديد ما فائدة التجربة فائدة التجربة أنه أنا بتعرف بمارس السياسة بشكل عملي ما المقصود؟ المقصود أننا دلوقتي في الأول أنا باستفاد من عضو البرلمان وهو كمان باستفاد مني بحكم أنه لو كان فيه مثلا تقرير عن اللاجئين السوريين فكان أنه قال لي لو عارف الموضوع كويس أو أن أنت عندك خلفية كبيرة عنه فممكن أن تبدأ رأيك وقدت رأيه وهي شافت أنه كان رأيي كان فيه بالنسبة لها تتعرف على كيفية ألية تصرفها مع بعض المواضيع كيف ردت فعلها كيف تتحكي مع الناس بهذه الحالة ننتقل من مصر إلى تونس وهذه الصورة هذه الصورة كنا عملناها في أول ما جئنا للبرلمان الجمعة الأولى تقريبا لكامل المجموعة التي تتكون من 116 شاب وشابة من 35 دولة من بلدان العربي موجودة أنتو كمان وهناك كذلك من الجزائر من لبنان ومن فلسطين هذه الصور هذه في المكتب العضو مع أي نائبة أنا مع النائبة كاتارين بارلي من عضو الاجتماع الديمقراطي المعني وكيف لماذا اخترت أنت كوني معها أنا يعني هما في البرنامج يطلبوا مننا أنا هو حزب اللي أحنا معناتها نحب ذو نخدمه معه لكن في الأخير الاختيار هما يعني المنظمين هما هل أنت سعيدة بهذا الاختيار أكيد سعيدة يعني أنا كنت شاركت في 2014 سبتمبر لفت شهر لمدة شهر في لأي بي أس لكن الدول العربية فقط والآن يعني طيب عندما تكونين أيضا مع النائبة هل هي فقط يعني تقولك امشي معي وترافقينها ولا تشعرين بأنها فعلا تحاول أن تساعدك وأن تفهمي بعض الأمور السياسية يعني ما الذي يحدث بالضبط هل تعطيك الأهمية الكافية وتعرفك على ما الذي تفعله نعم يعني نرفقها مثلا كي يبدأ فما اجتماع للحزب يعني هي هي تهتم بكل ما هو الحقوق يعني هي أصلا بالأصل المحامية ونرفقها فيهم مثلا تطلعك على معنومات معينة عادة مثلا من هو خارج البرلمان لا يطلع عليها بالطبع عندنا يعني الفرصة أننا نتعرفه حتى على حاجات معنتها سرية يعني سرية طيب شو هي مثلا 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 كيفيش في الفركسيون يعني في الكتلة في الكتلة كيفيش يخدموا معنتها شنو الأهداف متاحهم كيفيش شنو الخطط اللي عملاها ولكل نجم نتطلع عليها أيضا لفت انتباهي هذه الصورة وهلجان فولكلوري هذه كانت في نهار 26 مارس كان فما يعني في جامعة متع تشنيش فما عملونا كيمة ملتقى ونعرضوا فيه كل الدول معنتها تعرض فيه حاجة حاجة معنتها تخص الدولة تخص الدولة تخص البلد وكنا لبسي هذا جزء أيضا من عمل السياسي لا يعني هو البرنامج هذا مش كان في السياسة يعني انتعرفوا سياسة اقتصاد ثقافة كل شيء نحن نشاهد أيضا بعض الصور هنا في مدينة بون هنا في تخطى طبعا الخبر بالصحافة لأنه في اهتمام لهذا الأمر هنا في المكتب كمان لا يختلف عن أي مكتب آخر ننتقل من تونس وإليك اسماء في هذه أيضا هوني هذه الصورة هنا كنا في زيارة القناة التلفزيونية القناة البرلمانية تلفزيونية لكتنقل جلسات البرلمانية يعني تعرفنا على كيف يتنقل هذه الجلسات هذه هنا هنا في الانتخاب يعني أنا حتى من هي النائبة برلمانية أنت ترافقينها يعني كنت في في 2013 في هذا البرنامج برنامج الخاص بالدول العربية رافقت أيضا هذه النائبة البرلمانية من رافقتها وإننا كانت انتخابات وكنا هنا نحاول برحاملات انتخابية في الشارع أوكي تتحدث مع الناس وتقنع الناس في البرلمانية هذه الصورة لعيناها هنا داخل البندستاك هذه هنا معارض داخل البندستاك يعني داخل البندستاك أيضا كان معارض تتعرض تاريخ الألماني اسمعت من تفضلي آآ أوكي هل تتحدث مع السؤال؟ أكتب هذه الصورة هنا كنا في زيارة المؤسسة التعليمية مؤسسة التعليمية تعرفنا على التلاميذ يعني كانت فرصة بسبب لي يزمن أنني تعرف على التلاميذ عن قرب وطرح علينا أسئلة طرح علينا أسئلة وهذا شيء يتصار انتباه ديالي أي نوع من أسئلة؟ أسئلة تخص يعني السياسة الخارجية لألمانيا أحيانا يعني السلاميذ نعم هذا مأفا انتباه ديالي وعي ومثلا الربيع العربي مثلا عنديك تسألوا عنك في المغرب؟ سألوا عن المغرب أو عن العالم العربي عامتا؟ نعم ضروري ضروري مغرب أيضا ما هو الوضع الحالي في المغرب يعني هناك فضول لحظت أنه فيه مثلا أنتم شاركتوا مرتين وربما يعني الكثير يريدون المشاركة لماذا تشاركون مرتين؟ هل الاستفادة من التجربة؟ شو الهدف الموضوع؟ لأن مدة شهر كانت الفترة قصيرة صحيح أن البرنامج كان مكثف كان يعني مكثف بدرجة كبيرة لكن ما كناش يعني أن تضيف خمس أشهر أخرين تستفيد أكثر بالإضافة إلى أن في البرنامج الأولي مدته هو غير شهر كانت فقط بالدول العربية يعني كانت تجربة محدودة على يعني تحتاج الاستفادة ديالنا من المشاركين الآخرين كانت محدودة في منطقة الدول العربية والآن مشاركين من جميع الدول تختلف تجريباً برأيكم كان مع عضو البرلمان كان لمدة أسبوع واحد في البرنامج اللي فات لكن المرة دي هو التدريب لمدة ثلاث شهور فحنقدر أن نتعرف أكثر على طريقة العمل برأيكم لماذا يقوم البندستاغ الألماني أو البرلماني بدعوة شباب من مختلف البلدان وأنت بحلتكم من البلدان العربية للمشاركة في هذه الدورة يعني مثلاً أنا من تونس كشباب كشباب معنتها في البلد منتعي صارت ثورة والكل ويحبوا هم مثلاً يجيبوا شباب من تونس بش يعرفوهم كيفاش مثلاً الديمقراطية تكون شنوة لازمكم تعملوا كي بش تنخرطوا في الحياة السياسية كيفاش تنجموا تقروا آراء السياسيين كيفاش تنجموا تنقضوهم يعني أنتو عنكم جميعاً اهتمام سياسي طبعاً ببداية عرفت عنكم ما هي التجربة؟ يعني الآن قبل وبعد بالبلدان العربية دايماً أو حالياً حسب الأرقام والإحصائيات فيه عزوف سياسي عند الشباب ما الذي تغير بالنسبة لكم الآن؟ ما هو الفرق إذا فينا نتحدث؟ هو الفرق بالنسبة لأنه ده إثبات إن الشباب نفسهم هم مش مش هم اللي حابين ما يشاركوش في الحياة السياسية بالعكس إحنا حابين إن إحنا نشارك في الحياة السياسية وفي صنع القرار لكن المشكلة دايماً إنه هو بيبقى من الأنظمة الحكمة إن هي هي اللي بتعطل الموضوع ده فأنا أعتقد إن ده إثبات قوي جداً لنا إن إحنا كشباب إن إحنا عايزين فعلاً نساعد في التغيير نساعد في صنع القرار نحاول إن إحنا بفكرنا جديد كجيل جديد إن إحنا نحاول إن إحنا نشارك في العملية دي ونحاول نطور من صنع القرار في مصر بالأخص وفي الدول العربية هذا كلام جميل ولكن كيفية التطبيق؟ يعني هما سياسيين دائماً يعني الفكرة متاحهم إن الشباب غير قادر على أخذ القرار ليس له تجربة لكن إذا كان ما تشاركش إذا كان أنت ما تخليش الشباب يشارك في السياسة أكيد مش بيش تكون عندها تجربة لذلك لازم يكونوا يدعموا هم الشباب يحاولوا يدخلوهم يعني حتى لو كان معناتها الشباب يكون معنداش رغبة هم يحاولوا يشجعوهم يحاولوا حتى في الأحزاب داخل الأحزاب يحاولوا معناتها يعملوا تشبيب للأحزاب لنبقى في تونس وننتقل من هنا من برلين إلى شارع برقيبة ونتعرف على رأى بعض الشباب هناك عن رأيه بكيفية نظرته لانخراط الشباب في الحياة السياسية والسبب في عزوفه أو إقصائه ما نصورش أنه مؤسسة الرئاسة أو البرلمان تمثل إرادة الشباب الذي يمثل الثقة الوزن في المجتمع التونسي لسبب بسيط أن الرئيس صار اليوم محل تندق في مواقع التواصل الاجتماعي ويعتبرونه شيخ وغير قادر على تلبيط مطالب الشباب من جهة أخرى البرلمان النسبة الكبيرة أو التي تسيطر على البرلمان عمرها يتراوح بين 45 إلى 60 سنة حتى أن رئيس البرلمان ثمانين سياسة ما تقصش بالأعمار تقص بالخبرة يعني أنت عمرك ثمانين ولا عمرك مية عندك خبرة ما أكثر الشباب التونسي قاعد مهمش قاعد عطل عن عمل قاعد ما عندوش بطالة هجرة معانتها سرية هذا يعكس بأنه ما لقاش معانتها التموحات وما لقاش معانتها الانتظارات اللي استنى فيها والواقع معانتها بعيد يسر على اللي قاعد يصير في البرلمان وين الشباب حتى في الانتخابات ما نصورش كان فما شباب انتخبوا رئيس لهم في العمر هذيك حاجة أخرى زادة بنسبة لنا نظام السابق قاعد يرجع من الأول وجدي البيجي قاعد السابسي كان موجود مننا عهد بورجيبة وعهد بن علي نعم تعليق لإلك يعني اللي كان يقولوه هو يعني صحيح على خطر في تونس الشباب هي الثورة قامت معانتها قام بها الشباب لكن بعد وصلت أول انتخابات الشباب فجأة القي روحة معانتها ما هوش موجود مثلا في الانتخابات ما كانوش فما شباب ممثلين ما كانوش فما السياسي حس الشباب إنما انتها معزول عن السياسة بس ألا ترين أن أيضا السياسة يعني بحاجة إلى خبرة يعني الشباب يجب علي أن يكون لديه خبرة لي يكون في العمل السياسي قالته أحدا للمشاركات معنا يعني هل ما الذي تقدمونه أنتم كشباب ما الجديد ما المختلف عن الموجود يعني هو لازم الشباب يعني يعني مش جهتين الشباب لازم يبادر ينخرط في الجمعيات في الحياة المدنية يحاول معانتها يعطي معانتها ما الجديد الذي يقدمه ما الفرق إذا شارك أحد عمره 60 سنة وأحد عمره بحالتك أنت أكيد شباب مثلا في تونس أكثر من 61% يمكن هي نسبة الشباب في تونس يعني يعني مجتمع شاب وإذا كان بش يكونوا معانتها شباب عندهم تجربة ويكونوا شباب ممثلين في السياسة أكيد بش يكامل بش يعترأي بس هل تتحدثي أيضا عن المبادرة هل الموضوع نقص مبادرة أو عدم مبادرة شباب أو إقصاء هو من جهتي الموضوع بنسبالي في الأخص عامة في أي دولة عربية الموضوع أنه هو إقصاء للشباب المفروض أنه نفرق ما بين الخبرة والحياة الروتينية المقصود بها لما واحد يكون عنده 80 سنة أو 70 سنة هو بيقدم عمل روتيني مش أكتر لكن هو ما عندهش خبرة لكن الفكرة أنه هو الشباب هيدر أنه هو يبدع بعد كده أنه هو يلاقي وسائل جديدة وسائل متطورة يقدم بها يطور بها العملية السياسية أما فكرة اللي هو خبرة 80 سنة 70 سنة 60 سنة ودولة العواجيز اللي بيحاولوا أنه هما يرسخوها ده ما فيش أي إبداع ده هو بس مجرد أنه هو حيان نمطية روتينية ما الذي تقدمها أنت يعني أنت مثلا عدو في جمعية حقوقية وأيضا تهتم بالأمور السياسية ما الذي يمكن أن تقدمه أنت ما لا يقدمه شخص أو رئيس بلدك مثلا في مصر أو نائب أو وزير أعتقد أننا شغالين دلوقتي في بحث جديد في المفوضية على أن أساس أن الدمقراطية حق أساسي من ضمن حقوق الإنسان ومن زمان ما فيش حد تكلم حتى الحقوقيين الكبار ما تكلموش عن الموضوع أن الدمقراطية حق إنساني أو من ضمن حقوق الإنسان لحنتقل معك فكرة أيضا لكن البعض يقول الوقت الآن ليس موضوع حقوق الإنسان وتحول دمقراطي الموضوع البطالة اللي يكون في وضع اقتصادي أفضل هل هذا صحيح ولا الكل له علاءة بعض؟ الكل متعلق ببعض يعني أنا شايف أنه هو موضوع البطالة ده حق من حقوق الاقتصادية لأي إنسان أنه هو يشتغل فبالتالي أنه هو أصبح أنه هو من حقوق الإنسان موضوع أنه هو مش هكلم عن التعذيب في السجون مش هكلم عن الموضوع ده كله بس أنا شايف أنه هو الديمقراطية هي الألية الوحيدة أن هي تقدر أن تضمن كافة حول الإنسان سواء حقوق اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية فهي الألية الوحيدة عنديكم يعني ملاحظة لو كان مثلا الرئيس كان مثلا ما عمره 80 عام كان أقل يعني كان الشباب في تونس حس أنه يعني فما سياسي يفهمه فما فما تقارب لكن كي يبدأ العمر يعني يسر بعيد على بعض بالمغرب في البداية مثلا ظهرت حركة 20 فبراير كان عندها تعبر عن رأي الكثير من الشباب الآن أين هم الآن أنت عضو في حزب التنمية والعدالة العدالة والتنمية شبيبة حزب العدالة والتنمية هو الحزب الحاكم الآن هل لديكم أي صوت لماذا أنت عضو في شبيبة هذا الحزب عندكم أي تأثير يعني بيسبب لي الإنقراض في الحياة السياسية هو واجب يعني هو واجب الشباب واجب سبب لأن السياسة تخصنا جميعا لكن طدق يعني الإنضمام إلى شبيبة أو إلى العمل الجمعوي بصفة عامة هي وسيلة نريد أن نوصل بها الأصوات ديالنا هي فقط وسيلة يعني أنا من الرأي ديالي أن هذا هو الطريق الذي ممكن سلكل لتتغيير لفصول التغيير أننا إنخيرات في الحياة السياسية المشاركة السياسية هو يعني التغيير يأتي من الداخل طيب التأثير يأتي من الداخل تغيير يأتي من الداخل لنذهب إلى داخل المغرب ونتعرف على أصوات بعض الشباب المغربي عند رأيه في الوضع السياسي والانخراط في الحياة السياسية صحيح تعطوا يعني كنتم تلية محدودة لا في البرلماني ولا في الحكومة ولكن ما زالنا كنشوف بأنها فقط شكلية فقط تعطت واحد الكوطة وما كيش شي ماناصب لي شي دور فاعل الشباب في صنع القرار البرامج دي الأحزاب فيما يخص الشباب كلها كنظن فيها بكي قولوا بللي أن الشباب هو ولا عماد البلاد هما رجال المستقبل خصنا التوراد للبلاد خصنا حافظوا عليها ولكن في المشهد وفي الواقع كي بقودوا ببرامج غير لغة خشب لا شيء أيو طبق وبتالي على ذلك أن الشباب كنشوفوا دابة نسبة البيطة لمرتع فعال اكتدادات في الجامعات ونسبة مشيليات الشباب في الحكومة في البرامج فكلاحظوا أنها سورية فمشان حكومة الشباب لا يعرفوا الشباب المغربي لدور ديالها سوري 100% من الناس كيستغلوا لأغراض الشخصية وبالنسبة لأنني كنظن أنها الغياب للشباب في الحكومة في البرامج راجع لسياسة تواصلية للأحزاب فما كيش هيش يمام للأحزاب بالشباب فكيش يماموا فقط فمنكش قرب من شي خابش مغرب غادي في سياسة تنموية ومحدنا ما غاديش في تنموية كتدمج الشباب اللي عندهم عقلية جديدة كتسير العصر وكتسير موت طلابات العصر ممكنش نوصل للسياسة تنموية المغربية اللي خاصة هنا في أرى مختلفة تعليق تفضل يعني الرأي ديالي هو أن بالعكس يعني كين مبادرات المغرب يحاول أن يعني قام بيعدة مبادرات وعلى سبيل المثال نظام الكوطة اللي جاب بها الدستور الدستور المغربي وهو أيضا حقق 30 مقعدان مخصص للشباب نتيجة هذه الكوطة يعني يقدر أنه يحقق إنخيرات الشباب في الحياة السياسية والتمثيلية داخل البرلمان المغربي ولكن كيف تفسرين كل هذه الأصوات؟ يعني هناك أصوات منتقدة كثيرة من الشباب وأيضا سنعرض أرقام معينة يعني أنت عوضوا في هذا الحزب برأيك هل يقوم بما هو كافي لإنخيرات الشباب ليلعبوا دورا مهما إلى جانب الكفوتا لأنه ممكن تكون هناك كفوتا ولكن هل لديها فعلا تأثير؟ متأكد هي فرصة كتعطى الشباب ومن أنك هناك فرصة يجب أن يكون استعداد يعني تكوين الشباب الاستفادة من هذه الكوطة وعلى سبيل المثال يعني الشباب تقوم بتكوين أزيد من مليون شاب في المجال السياسي وفي عدة مجالات أخرى طيب لنتعرف على أرقام حتى نحكي حقائك الشباب وسياسة في المغرب شباب هم 65% من سكان المغرب 70% لا يثقون في جدوى العمل السياسي 5% يثقون في العمل الحزبي واحد يزولون العمل السياسي من داخل الهيئات السياسية إذن أنت فينا نقول أن أنت من 5% يثقون في العمل الحزبي لأنك موجود في داخل حزب طيب فسري لي 70% لا يثقون في جدوى العمل السياسي كيف تفسرين هذا؟ هل هو بسبب إقصائم؟ هل هم بعدم رغبتهم هن شخصية؟ أم فعلا الأحزاب والسلطة لا تقوم بانخراطهم بالعمل السياسي؟ يعني كما قلت فأنا هنا لن نتحدث عن إقصاء لأن هناك برامج هناك مبادارات وإنما التقة يعني مسألة التقة هي ليست فقط في العالم كيف تفسري هذا السبعين بالمئة؟ كيف تفسرين هذا السبعين بالمئة؟ وهي فقط بالفعل كان إشكالية دي لغياب الثقة ثقة في العمل السياسي بصفة عامة العمل السياسي ويعني حتى الشباب ما يشوفوش نتيجة من أين يأتي عدم الثقة؟ من الواقع يعني يجد أن عندما يصوت على حزب مثلا طموحات الشباب لا تسناسب أحيانا مع البرامج التي يقدمها الحزب وهدف الحزب ولكن قلت الآن بأن هناك مبادرات كثيرة من الأحزاب وهناك محاولات ولكن بنفس الوقت عدم ثقة عدم ثقة يعني هذا كيف يبقى من الزاوية دي الشباب يعني هاي مبادرة كين ولكن يعني كيف يبقى الضور دي الشباب يعني الضور حاليا على الشباب يجب هو أن يبادر وأن يشارك في هذه الفرص الموجودة حاليا فعلا مبادرة يعني أعرف الكثير من الشباب في العالم العربي وتنقلت في مختلف البلدان العربية وتحدثوا إلى الشباب يقول نريد أن نبادر ونساعد ويتظاهرون ويريدون أيضا التغيير وأن ينخرطوا في الحياة السياسية والدليل على ذلك الحراك الموجود يعني هناك تظاهرات بالمغرب في تظاهرات أمام البرلمان شبه يومية موجودة في شباب يريد التغيير ولكن هنا السؤال الشباب مغيب وما همش يعطينا الفرصة هذه هي الفكرة يعني الشباب دلوقتي في مصر يعني الإقصاء دايما الموضوع أنه هو جزء كبير جدا من الشباب المفروض أنه هو يعمل أكتر من إيه أنه هو قدم روحه نفسها كتطحية للتغيير يعني ملايين الشباب وبالأخص الطلاب وبيتم ملاحقتهم دلوقتي إما أنهما في المعتقلات إما كثير منهم توفى إما يتم ملاحقاتهم أمنية إما يتم التهديد بهم إما يتم الترويع لهم لما واحد هيسمع مثلا أنه زميل لي أو صديق لي تم تعذيبه في السجن فبالتالي هيخاف هيخاف أنه هو يشارك فبالتالي بيولد عنده إحباط أنه هو يشارك في الحياة السياسية طيب لنعطي الأرقام بمصر ثلث سكان مصر من الشباب عندك حسب المصدر المذكور هنا 2.5% فقط منخرطون في الأحزاب والعمل التطوعي حسب هذه الإحصائية مع أنه مصر شهدت تغيرات سياسية في الفترة الأخيرة كان فيه حركات مختلفة كان فيه في 6 أبريل حركة كفاية حركة تمرد ولكن حتى الآن يعني كنا للشباب دور فعال حسب إحصائيات أو أرقام غير غير موجود ما مدى استفادتكم أنتم الآن من هذه الدورة ربما لتعلم كيفية استعمال الأدوات السياسية الأدوات في داخل المؤسسات هل لهذا الرابط هل هي أيضا عدم خبرة بكيفية الدخول من التظاهر والعمل يعني اللي بيأتي نتيجة ربما رغبة بالتغيير إلى الدخول في داخل البرلمات والمؤسسات السياسية بشكل شخصي أننا انتقلت من خلال البرنامج ده من عمل حقوقي أو عمل ثوري لعمل سياسي أننا أشوف العمل السياسي بيمشي إزاي لأنه هو التظاهر، رصد الانتهاكات، العمل الحقوقي كل الأشياء دي عبارة عن عمل ثوري من أجل التغيير أما السياسة نفسها إزاي أننا أمار السياسة؟ إزاي أننا أقترح قوانين؟ إزاي أننا أنقل قوانين؟ إزاي أننا عارض داخل قبة البرلمات نفسها كل ده أنه هو بالنسبة للبرنامج ده أنه هو هيكسبه لي لكن طب، يبدو من خلال كلامك متحمس يعني تريد أن تكون منخرطا سياسيا إلى من تتطلع؟ هل لديك قدوة؟ من يؤثر بك؟ لأنه أنت عندما تم إرسال الطلبات كان عندكم بعض الأراء المختلفة هل تتذكر من قلت؟ أنا قلت في البداية أنه هو دكتور محمد البلدعي بسبب أنه كان في 2010 مجرد أنه إداني أمل في التغيير بس دلوقتي هو مش موجود في العملية السياسية فبالنسبة لي أنه رأيي الشخصي برضو أنه مش متصق معه دلوقتي فكريا يعني الآن تغير ليس الآن بالضبط، الآن تغير لأنه كان في السابق أنه أثر فيه الآن تغير لأنه هو مجرد أنه هو زي ما نقول في مصر نط من المركب يعني ساب الشباب بعد ما أداهم أمل وأنه هو أنه إحنا هنغير 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 وسعينا وكثير جدا من زملائنا ماتوا وكثير جدا لسا في المعتقلات من هو اليوم مثالك الأعلى أو القدوة أو من يؤثر بك اليوم؟ هو الرئيس الحالي؟ لا طبعا هل أشخاص سياسية أخرى؟ لا هو دلوقتي اللي بيأثر فيها فكريا أنه هو البروفيسور نعوم تشوميسكي هو كاتب أمريكي وأنه هو علم لغويات برضه ولماذا ليس الرئيس الحالي؟ عشان أنا معارض للسياسات الرئيس الحالي لأنه هو بالنسبة لأنه هو الانتحكات اللي بتحصل في السجون وفي الوضع والوضع الاقتصادي نفسه وكل الأشياء دي فأنا مرفوضة أنه شايف أنه دولة غير دموقراطية حتى لو كان الرئيس جيه بانتخابات شرعية ونازيها وكل شيء لكن أنه هو في حالة أنه هو انتهاك حقوق الإنسان يبقى معنا كده أنه هو أصبح أنه بيفقد الشرعيات الدموقراطية من مصر ننتقل أيضا إلى من يؤثر بأسماء وأسماء ذكرت بأن من يؤثر فيها أو بها هو رئيس الحكومة المغربية عبدالإلهة بن كيران وأيضا سأعيدها مرة ثانية المستشارة الألمانية أنجلا ميركل عندما قرأت هذا الأمر من رئيس الوزراء بن كيران إلى مستشارة الألمانية أنجلا ميركل ما هو الرابط؟ لماذا الشخصين؟ وماذا جامع بينهم؟ مثلا لنسبة المستشارة الألمانية من ميركل أولا كإمرأة أولا كإمرأة التي استطعت أن تقود بلد كألمانيا بلد كألمانيا توصله للدرجة متقدمة جدا ومن ناحية أخرى بالنسبة للمغرب والشخصيات من كيران يعني استطاع أن يضمن لحزب العدالة وتسانمية ما كان في العمل السياسي المغربي داخل بس هذا الرأي الشخصي رأي الشخصي يعني رأي الشخصي بعض الشباب هناك انتقاد لعمله وعمل الحزب عامة تلين في بعض الوسائل وأيضا قربه أيضا من الناس هذا اللي كان يجيني أنهم مهم طيب بعيدا عن السياسة وبعيدا عن الرموز الاجتماعية أسماء من اختارتي؟ يعني ما عنديش حد مثال لكن كل معنتها أي حاجة أهلي وإلا مثلا يعني أنت اخترت قلت بأن أمي وأبي هم قدوتي ومثلي الأعلى وهم يؤثرون بي هل يزاولون العمل السياسي أم ليس لديهم أي ربط مع العالم السياسي؟ لا هم معنتهم عندهم مش حتى علاقة بالعمل السياسي لكن لما يشاهدوا التلفز أكيد عندهم رأي وعندهم وحتى بحياتك اليومية هم بيأثروا عليك طيب هذا نفس السؤال سألنا نحن المشاركين معنا طبعا على الفيسبوك لأنه ما هي الشخصية اليوم؟ ما هي قدوة الشباب فيما يخص العمل السياسي أو الاجتماعي؟ لذا هذا هو السؤال السؤال هنا ولنتعرف على بعض الأراء المختلفة محمد كمال من مصر يقول نوال السعداوي هي عم تضحك طيب الضحكة هي تعبيركم سمار علي ولكن يعني كل واحد عنده رأي ويعبر عنه سمار علي زياد الرحباني ليس بسبب الموسيقى الجميلة فقط وإنما بسبب فقاره التنويرية والناقضة لعيوب الأنظمة الاجتماعية في الشرق الأوسط عندك دافيد فداي يمكن اقتضاء برئيس عربي يعمل على تطوير بلاده يقيم بمساعدة من المؤهلين يحملون نفس الفكرة فيهون رغبة ربما يقصد أنه يساعد المؤهلين الذين يحملون نفس الفكرة أي فكرته هو ويساعدهم يطبق عدالة مطلقة بدستور يساوي بين الجميع بحيث ليس هناك تفرقة يعني يتحدث عن عدة سمات وصفات مفترض أن تكون بالرئيس ولكن في النهاية يقول هذا لا يوجد في منطقتنا للأسف هل توافقون الرأي بأنه حاليا بالمنطقة العربية لا يوجد رئيس تقولون بأنه يعبر عن الشباب وعن فكر الشباب؟ هل توافقونه الرأي؟ أنا شايف أن كل الدول العربية عبرها عن دول العواجيز يعني العواجيز هي اللي بتحكم حكم يعني أنا شايف أن الأكثرية هم الشباب وبالتالي أنه هو العواجيز هي اللي بتحكمنا يعني ولكن أيضا لا يجب أن نقارن دائما يعني بالشباب بالسن يعني كما قيل وكما يعرف أن العمل السياسي لا يقاس بالأعمار يعني هناك تجربة نحن أيضا نحتاج لأشخاص سياسيين الذين لديهم تجربة لديهم تجربة سياسية لكن إلى جانب الشباب لكي يستفيدوا أيضا من تجربة هؤلاء الأشخاص الذين عندهم تجربة في السياسة في المنطقة وأيضا في رامي صلاح الدين يقول رسول الكريم محمد في أراء مختلفة موجودة البعض يرى رموز دينية أو شخصيات دينية البعض الآخر سياسية اجتماعية السؤال من الخلف هذا السؤال من يؤثر فيكم لأنه من يؤثر بالشخص يلعب دور مهم يعني يمفترض أن يكون هناك قدوة لم يكن هناك قدوة واضحة أو شخص يتطلع عليه الشباب اليوم هل في بين الشباب قدوة معينة أو ما الذي يمكن أن يربط الشباب فيما بينهم حتى يقوموا بالعمل السياسي هو مش شرط أنه يكون مجرد قدوة أو أنه مش شرط برضو أن حد يكون عنده قدوة معينة هو الفكرة أنه هو الرغبة فكرة أنه لو تولد عنده الرغبة أنه هو يغير بالتالي أنه هو ينخرط في العمل السياسي آملا في التغيير وأيضا عندما تحدث عن قدوة يعني لا يبدو ضرورة أننا يعني أن ذلك شخص مثالي 100% وإنما أيضا قدوة في بعض الأشياء ولكن في بعض الأشياء الأخرى قد لا تكون نوافقها في مواقع فيها بعدنا موضوع الإنخراط السياسي تعرفنا الأقام في مصر أيضا في المغرب مشاركة سياسية للشباب في تونس أسماء استطلاع جاته منظمة أنا يقذ عن الديمقراطية التشاركية 5% من الشباب منخرطون في حزب سياسي 42% لا يثقون بالنيابات الخصوصية 48% لا يثقون في النواب الجهة 50% لا يثقون في الرئيس بتعبر عنك هذه الإحصائية؟ صحيحة لكنك موجود داخل حركة النهضة يعني الشباب يحس أن حتى حزب ما يمثل يحس أن هذا رأيي الشباب أن كل الأحزاب تحب عندها مصالحها وتحب تعملها ومخلية الشباب على زاوية هذا رأيي الشباب لكن أنا برأيي إذا كان هما يزيدوا مثلا في حزب النهضة تويكا فما حراق 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 داخلي أنهم يحاولوا بشي تشبيب الحركة لكن ما نهم مثلا تشبيب للشباب ما في شاب من حزب حركة النهضة لديه سلطة داخل هذا الحركة إلى حد الآن في تونس ما فهميش شباب يعني وصلوا معناتها في السياسة لحد الآن ليه حدثينا عن بعض الأمور داخل الحزب هل في سلطة أبوية سلطة من يقوله الكبار السن ربما ما على خبراتهم ما على الاحترام لأنهم ما يقولونه يصبح قانون أم ليس هناك شباب يريدون التغيير أو يتم إسكاتهم أو منعهم أنت داخل هذه الحركة ما الذي يحدث؟ يعني إسكات أو منع إذا كان فما رأي أكيد رح يعملوا بشيء يعملوا به لكن المشكلة أن الشباب يعني تويكة في الوقت هذية فد من السياسة وعنده اهتمامات أخرى الشغل تنمية يحب يحسن من وضعه وهذاك عليش هو بعد على السياسة أنت تهز برأسك؟ ما هي فكرة الاهتمام بالشغل هو ده ده فكرة برضو أن أنا شايف أني دايماً الأنظمة الحكمة في المنطقة العربية بتحاول أنها تحصر الشباب ما بين الشغل والجواز أنه حياته كلها تبقى من أجل العمل ومن أجل الجواز في الآخر هو هيشتغل عشان في الآخر يجوز يبقى عنده أولاد وبعد كده يموت لكن الفكرة ما فيش رغبة للشباب أنه هما يعملوا حاجة جديدة بسبب أنه هما انشغالهم دايماً أعتقد لو الحالة الاقتصادية للشباب أنها كويسة هيقدروا يقدموا أكثر للمجتمع يعني لو كان الأحساب تحاول تركز على لأنه إذا كان تحصن الاقتصاد تولي تتحصن مع السياسة لأن الحرية بدون كرامة والكرامة هي شنو؟ هي الشغل إذا كان توفرت لهم يعني العمل العمل هما يعني تحدثوا عن العمل وهميته بالنسبة للشباب القلق من البطالة في المغرب 47% قلق جداً تونس 55% من الشباب قلق جداً وفي مصر 62% قلقون بسبب البطالة أو تخوفهم من عدم وجود عمل بالنسبة لهم هذه من ناحية الاقتصادية لم يعد لدينا الكثير من الوقت لكن أيضاً نجمع ما الذي حدث في الحلقة السؤال الأساسي كيف يمكن دخول من التظاهرات أمام البرلمان ودخول إلى داخل البرلمان هذا هو السؤال سألني أيضاً للمتابعين معنا على الفيسبوك أنه برأيهم هني كيف يمكن يعني هل يلب البرلمان في بلدك مطالب الشباب ولا نأخذ بعض الأراء في سوريا لدينا برلمان عينته أجهزة مخابرات بشار لم يختاره الشعب هو للتصفيق فقط في أي برلمان تتحدث في بلاد العربية لا توجد سلطة للبرلمان وصورة توحي للشعب بالديمقراطية انتخابه سليم يونس الشباب هم من الفئات المهمشة جداً في لبنان لأن قبار الديناسورات لا تتقبل فكرة إشراك الشباب إذن أصوات مختلفة من مختلف البلدان العربية للأسف وصلوا لهذه المقاعد بأصواتنا ثم نسونا وانشغلوا بأعمالهم بالطبع لا لأن غلبية البرلمان في البلاد العربية يشبه الفساد أيضاً رأي آخر في رأي محمد مصباح أكثر شباب عطا لهم شباب الشعب السوداني والبرلمان في السودان كله من حزب واحد إذن من السودان أيضاً غير رادي حسب ما يقوله محمد ماء صالح صافي صافي لا أحد يعلم أين هو البرلمان أصلاً حتى يتظاهر على بابه والسؤال هو هل يستجيب أي برلمان في العالم إلى مطالب المواطنين إذن سؤال عام وإمام السلام عليكم أخوكم هنا من الجزائر إماد بابي لا يوجد برلمان مستقل بل هناك تضارب بين المصارح فقط في الجزائر أراء مختلفة تقومون الآن بهذه الدورة هنا تعودون إلى يعني البلدانكم والآن أريد منكم بعد هذه التجربة ما الذي ستأخذونه معكم وحل كيفية انخراط الشباب تحدثنا كثير وقلت عن فيه مشاكل ولكن الحلول تفضلي يعني هذه المشاكل المشيهية فقط في العالم العربي هذه نقطة أردت يعني هذا تحدي يعني هذا تحدي تحدي واجه جميع الأنظمة السياسية في مختلف العالم حتى هنا حتى نركز يعني نحن أنتم تشاركون هنا ولكن حتى هنا في ألمانيا في بعض الشباب ينتقد ولكن الكلام اليوم كان عن البلدان والذلكم العربية حتى يقتضى التوضيح يعني بالنسبة لي أنا هنا أول حاجة نستفد أنا شخصياً وكنتمنى إن شاء الله من بعد يعني نقدر أن هذه التجربة نطالقوا من هذه التجربة أني نشاركها مع أعطيني حل الحل بيصفل إشارك الشباب نحتاج إلى آليات يعني مبادرات كيف ما قلت هي كينة رغبة الشباب في التغيير كينة ولكن الآلية كيف يمكن إدماج يعني إنحراط هذا الشباب في التغيير يعني هنا نحتاج إلى لأن الآن أعطيها آلية محددة ولكن هناك آلية مختلفة تعلمت فيها هنا هل استفدت من أن تأخذ آلية معك؟ لأننا نحن في البداية نحن فقط في البداية ونحن ما زال ثلاث أشهر أخرى ثلاث أشهر أخرى طيب ولكن أتمنى أن أجد إن شاء الله آلية أستطيعاً عبد الله أنا شايف أن الألية الوحيدة هي الدموقراتية نشتغل لكنهم عمرنا ما هنشتغل وإحنا معرضين للخطر وموجودين في السجون كتير مننا أعطي فرصة للشباب الوعود اللي قالوها السياسيين لازمهم ينفذها هذه من ناحية سياسية أما الشباب؟ والشباب لازمهم ينخرطوا في الجمعيات في كل شيء يكونوا عضوا فعال يدخلوا في الجمعيات في الأحزاب بعيداً عن كل السياسة ما أكثر ما عجبكم هنا في برلين يعني اجتماعياً شو اللي أكثر شي تسألتوا في كلمي؟ تحبل اختلاف مجتمع متنوع انضباط إذن كلمة الأخيرة طبعاً للكم شكراً جزيلاً لوجودكم ما أتمنى لكم وقت جميل واستمتعوا وهافاً هنا في برلين وإلى جانب العمل السياسي مشاهدينا نكونوا قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم تابعونا وارسل لنا تعليقاتكم على الفيسبوك أو حتى تويتر وارسل لنا المواضيع التي تريدون أن نناقشها إلى اللقاء القادم الأسبوع النقل شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً